إذن للحديث عن تأكيد مديرية تربية الرصافة الثانية في بغداد بوجود نقص حاد في الملاكات التربوية ودلالات هذه التصريحات مع استمرار خروج تظاهرات المحاضرين بالمجان للمطالبة بالتثبيت ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي دكتور نعمة برحبا بكم يعني كما استمعت مديرية تربية الرصافة الثانية أكدت أنها تعاني من أزمة حادة في الملاكات التربوية لأسيما بعد إقرار قارون التقاعد الجديد برأيكم ماذا يعني هذا التصريح في وقت أن هناك المئات بل الآلاف على أقل تقدير يتطلعون للعمل أو تثبيتهم على الملاك الدائم للدولة أهلا وسهلا بك أخي الكريم الحقيقة التعليم له بعض خاص في العملية التربوية في كل بلاد العالم إذا ما تكون هناك دراسة متعمقة ومتشعبة لكل مراحل الفصول الدراسية فلا تستطيع أن سيطر مهما تكون الدولة ولذلك التعليم هو رأس الدولة هو رأس البناء رأس الاقتصاد أما نحن مع الأسف الشديد من 2003 لحد الآن نرى أنه التعليم هو آخر ما يفكر به المدارس مهملة الجامعات مهملة الأساتذة ليس لهم قيمة في العملية التدريسية والتربوية لذلك أنه أصبح التعليم حاجة ليس من الضرورية كما كان في السابق قبل كان الطالب مباشرة يرسل للمدرسة ومتابعة من الأهل ومتابعة من المدرسة وإجوا هؤلاء الحسلات يعني من بعد 2003 إلى حد الآن مع الأسف الشديد أنه ليس لديهم خبرة في عملية التعليم ولا في عملية الرفض الأساتذة والمدرسين لأنه يضب العملية التعليمية دكتور هذا التناقض بين واقع القطاع التعليمي والنقص الحاصل وبين عدم تلبية الحكومة لمطالب المحاضرين بالمجان إلى أي مدى يؤكد أن هناك فرقا شاسعا بين وعود الحكومة وبين الحقيقة بتجاهل جميع المطالب؟ دائما الأستاذ أو المعلم إذا ما تكون هناك حوافز له وتكون هذلك رواتب على الأقل ما نستطيع أن نقول مغرية لكن تكون مكملة لحياته اليومية لذلك لذلك أنه التعليم شوف أخي الكريم التعليم له مكانة خاصة في بناء المجتمع التعليم من الأسس التي تجعل البلد يرتقي من الدول النامية إلى الدول النامية في هذا الجانب كان معنا من لندن عبر الهاتف الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي شكرا جزيلا لكم